اشتركوا في القناة وزارة التربية والتعليم تعلن توجه اكثر من مليوني طالب وطالب الى مقاعد الدراسة في المراطق المحررة تفاصيل الانباية تلوها علي عزي بسم الله الرحمن الرحيم اصيب طفلان في انفجار لغم من مخلفات ميليشيا الحوثي الارهابية في مدينة الحديدة وقالت مصادر محلية ان الطفلين كان يلعبان يوم امس في مياه الامطار بمنطقة ابو حلفة بمدينة الحديدة واصيب بجروح خطيرة جراء انفجار لغم من مخلفات ميليشيا الانقلاب واكدت المصادر ان المنطقة لا تزال مليئة بالالغام التي زرعتها ميليشيا الحوثي وفي وقت سابق اهاب المرصد اليمني للالغام بالمواطنين اهاب باخذ الحيطة والحذر من الالغام والذخائر التي تجرفها السيول الى المناطق المأهولة ومحيط مخيمات النزوح والمناطق السكنية والقرى وابلاغ الجهات المختصة عن اي جسم غريب وتوعية الاطفال بمخاطر تلك الاجسام على حياتهم نزعت فرق مشروع مسام التابع لمركز الملك سلمان مئة عفوا احد عشر الفا وست تسعة وثلاثين لغما وذخيرة غير متفجرة وعبوة ناسفة خلال الاسبوع الماضي واوضح مشروع مسام في تقريره الاسبوعي ان فرقه نزعت منذ بداية اغسطس الجاري الفين وخمسمائة وتسعة وعشرين لغما وذخيرة غير متفجرة وعبوة ناسفة وعفاد التقرير ان اجمالي ما تم نزعه منذ انطلاق مشروع مسام في اواخر يونيو الفين وثمانية عشر بلغ اربعمائة وخمسة وخمسين الفا وثمانمائة وسبعة وعشرين لغما وذخيرة غير متفجرة وعبوة ناسفة يشر الى ان ميليشيا الحوثية الارهابية ازرعت مئات الاف الالغام في طرقات ومزارع ومنازل المواطنين في عدة محافظات يمنية ادى انفجار بعضها الى استشهاد واصابة الاف المدنيين غالبيتهم من النساء والاطفال قالت كتلة المأوى في اليمن ان الامطار الغزيرة والفيضانات التي ضربت مؤخرا الحقت الضرر باكثر من مئتين واربعة وتسعين الف شخص منذ مطلع اغسطس الجاري واوضحت الكتلة التي تعمل تحت قيادة مفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين في تقرير حديث ان اليمن واجه حالة طوارئ مناخية حادة تتميز بفيضانات كارثية تسببت بدمار واسع النطاق لأسي ما في مواقع النازحين والمجتمعات المحيطة بها واشارت كتلة المأوى الى ان هناك حاجة ماسة لمبلغ 25 مليون دولار لمواجهة الاحتياجات المتزايدة بسبب الامطار الغزيرة والفيضانات التي ضربت العديد من المحافظات اليمنية وافاد التقرير انه بدون الحصول على مزيد من الدعم ستظل عدد من الاسر معرضة للخطر وتفتقر لابسط مقومات الحياة تفقد محافظ محافظة حجة لواركن عبدالكريم السنيني يوم امس الاضرار التي خلفتها سيول الامطار في قرى مديرية ميدي شمال المحافظة واطلع السنيني على حجم الخسائر التي لحقت بمنازل المواطنين وممتلكاتهم وسير عمل السواتر الترابية التي تصنعها المعدات الثقيلة التابعة للمنطقة العسكرية الخامسة لوقاية القرى المجاورة للأودية من السيول الجارفة ودع السنيني المنظمات الانسانية الى تقديم مزيد من المساعدات الاغاثية للأسر التي تضررت من سيول الامطار خلال الاسبوع الماضي مثمنا جهود قيادة المنطقة الخامسة ودعم مركز الملك سلمان للاغاثة والاعمال الانسانية للمواطنين بالمواد الايوائية والغذائية والصحية اعلنت جمعية الهلال الاحمر الكويتي يوم امس تقديم مساعدات عاجلة لمساعدة المتضررين من الفيضانات وتداعيات الامطار الغزيرة التي اجتاحت محافظتي الحديثة ومارب وادت الى نزوح الالاف وتدمير في البنى التحثية هناك ونقلت وكالة الانباء الكويتية كونا عن المدير العام للجمعية عبد الرحمن العون قولة ان المساعدات تجسد سياسة دولة الكويت في اغاثة المحتاجين والتخفيف من اثار الكارثة التي حلت بعشرات الالاف من الشعب اليمني ممن تهدمت منازلهم وشردوا بسبب الامطار والسيول واشار العون الى ان المساعدات شملت توزيع الف ومئتي حقيبة ايوائية ومساعدات غذائية ل الف ومئتي اسرة بالاضافة الى التوزيع الدوري للوجبات الجاهزة لثلاثمائة اسرة ضمن مشروع المساعدات الغذائية المنقذة للحياة وتوزيع خمسمائة حقيبة نظافة شخصية دشنت وزارة التربية والتعليم يوم امس العام الدراسي الجديد الفين واربع وعشرين الفين وخمسة وعشرين في عموم المحافظات المحررة وقالت وزارة التربية في بيان ان نحو مليونين وخمسمائة الف طالب وطالبة انتظموا على مقاعد الدراسة في المدارس الحكومية والاهلية استنادا للتقويم الوزاري للعام الدراسي الفين واربع وعشرين الفين وخمسة وعشرين توجه اكثر من خمسمائة واربعين الف طالب وطالبة اليوم الى مدارس محافظة تعز وسط استعدادات تربوية ومحلية كبيرة لبدء عام دراسي جديد مليء بالجد والاجتهاد والتحصيل العلمي ما اجمله من يوم وما اجمله من منظر ومئات آلاف الطلاب بمحافظة تعز يتوجهون نحو النور مبتسمين ومستبشرين بغد افضل ذاهبين نحو المدرسة صانعة مستقبل البلد وابنائه وبكل فخر كل جيل يوصل الجيل الثاني لتلقي التعليم يتوجه اليوم خمسمائة واربعين الف طالب وطالبة الى مدارسهم الحكومية والاهلية والتي عددها تسعمائة واثنان واربعين مدرسة حكومية ومئة وثمانين مدرسة اهلية يتوجهون الى مدارسهم في ثمنتاشر مديرية هي مديرية تعز المحررة كل هذا الكم الهائل ان شاء الله اليوم يكون في فصولهم الدراسية مع القطاع التربوي مع الادارات التربوية ويرافقهم ايضا زيارات مستمرة من قيادة المكتب صحى مبكرا فاليوم صغيرته بيوم عيد وهي ذاهبة برفقة والدها باتجاه الصف الاول اساسي ومثله آلاف الاباء والامهات فخورون بابنائهم متمنين ان يصبحوا ارقاما بخدمة وطنهم بالعلم ورفض الجهل والتجهيل المتعمد على جزء من الوطن من قبل ميليشيات الحوث الارهابية ولأهمية هذا اليوم دشنته السلطة المحلية وذهبوا لزيارة التلاميذ الى فصولهم متمنين لهم عاما حافلا بالنجاح رأس مالنا بشر ورأس مالنا هو التعليم وبالتالي احتفالنا بالتعليم يفوق اي احتفال نحن اليوم هنا في مدرسة اروا للبنات هذه المدرسة المتميزة وغيرها ايضا من المدرسة التي تتميز في محافظة تعز والجميع ايضا على استعداد وتهيئة لاستقبال والاحتفال بالسادس والعشرين من سبتمبر قريبا ان شاء الله هذا الميدان الذي تجيده هذه المدينة وتعشقه ابا عن جد ومن خلاله تحارب الجهل والتجهيل وتقف بوجه الكهنوت وتصمد وتضحي فالتعليم منارة هداية المستقبل محمد يسف لقناة سهيل تعز دشنا نائب وزير التربية والتعليم الدكتور علي العباب توزيع الكتاب المدرسي في محافظة مارب للعام الجديد بعد طباعة الكتب المدرسية بتمويل من السلطة المحلية بالمحافظة وفي اطار الاستعدادات التي سبقت بداية العام الدراسي قامت السلطة المحلية بمحافظة مارب بتمويل طباعة الكتاب المدرسي بتكلفة تبلغ مليون وسبعمائة الف دولار لطباعة مليونين ومئتين وخمسين الف كتاب مدرسي لتفادي مشكلة تأخر توزيع الكتاب ما يؤدي الى تعثر العملية التعليمية وتأخر انتظامها نحن اليوم ندشن الكتاب المدرسي مع بداية العام الدراسي وهذا اول عام الدراسي يتم توزيع الكتاب المدرسي منذ البداية الشكر الكبير لألوى سلطان بن علي عرادة الذي وجه بطباعة الكتاب المدرسي في محافظة مارب باجمالي 2 مليون ومائتين وخمسين الف كتاب بتكلفة تقديرية مليون وسبعمائة الف دولار طبعاً الكتاب المدرسي يعتبر أبسط وسيلة نقدمها لأبناء والطلاب في ظل الأوضاع الرهنة نحن نتمنى استقرار العملية التعليمية استقرار البلد بشكل كامل حتى نوفر كل الوسائل التعليمية لأبناء والطلاب من معامل مدرسية ومن معامل حاسوب من وسائل تعليمية أخرى من مسترجمات مدرسية إلا أنا في لوقت الرهن نعتبر طباعة الكتاب المدرسي إنجاز في محافظة مارب نتمنى من وزارة المالية أن تدعم المؤسسة العامة المطابعة الكتاب المدرسي بالموازنة المطلوبة لطباعة الكتاب المدرسي لأبناء والطلاب في كافة العام الجمهورية دشنا وكيل محافظة مارب لشؤون الإدارية عبدالله الباكري ومدير مكتب الصحة العامة والسكان الدكتور أحمد العبادي يوم أمس اختبارات المفاضلة في المعهد العالي للعلوم الصحية وطاف الوكيل الباكري والدكتور العبادي بقاعات الاختبارات واستمع إلى شرح من عميد المعهد الدكتور محمد مفتاه حول التحضيرات والترتيبات لاختبارات القبول والأجواء المهيئة وأشاد الباكري والعبادي بدور المعهد العالي للعلوم الصحية في رفض القطاع الصحي بالكوادر الطبية المساعدة مؤكدا على أهمية افتتاح دبلوم تخصص في المعهد والبدء بثلاثة تخصصات من التخصصات التي يحتاجها القطاع الصحي بشدة بما يسهم في تحسن وتجويد الخدمات الطبية والصحية المقدمة هذا المعهد حقيقة الذي نفتخي ربه هناك عدة تخصصات سيتنافس عليها أكثر من أربعمائة طالب وطالبة في الصيدلة والمختبرات ومساعدين أطباء وقابلات وما في شك أننا بحاجة إلى هذه الكوادر المساعدة لدينا عجز كبير في الجانب الفني أن التمريض مختبرات صيدلة تخدير مساعدين أطباء فهذه إن شاء الله تعالى ستحدث نقله النوعية في تحسين مستوى الخدمات الصحية في مستشفياتنا ومستوصفاتنا في المحافظة أكثر من أربعمائة طالب وطالب من تقدم الإختبار للقبول في هذا المعهد الذي يعتبر رافض الأساسي لمواقعنا الصحية في محافظة ماربو الذي مدنا بالكثير والكثير من الكوادر بما فيه الآن دخلت ثلاثة مساقات ما في الأمراض النفسية التي نبحث ونبحث عن متخصين في الجانب هذا ولكن اليوم المعهد الصحي بدأ في هذا المساق إضافة إلى مساقات أخرى كذلك القبول للطلاب لهذا العام لعدد مائة طالب وطالبة في مجال التمريض وكذلك مساعدين الطباء والمختبرات والصيدلة اليوم تم تدشين الامتحانات القبول للطلاب وطالبات من مختلف مدينيات محافظة مارب وكذلك محافظات الجمهورية لعدد 486 طالب وطالبة كذلك يتنافسون على مائتين مقعد في مختلف تخصصات مساعدين أطباء صيدلة تمريض مختبرات إضافة إلى بعض الدبلومات التخصصية التي موجودة هذه الدفع ستضاف إلى دماء جديدة في الميدان ستخدم المجتمع على مستوى المحافظة وعلى مستوى المحافظة الجمهورية تم استقبال جميع الطلاب من مختلف محافظة الجمهورية كذلك النازحين الوافدين إلى محافظة مارب كونها تضم عداد كبيرة من النازحين ستكون لهذه الدفع إضافة بصمة جديدة تضاف إلى المع قال المركز الأمريكي للعدالة إن جماعة الحوثي لا تزال تنتهك قواعد الحماية المقررة لعمل المؤسسات الإنسانية والأممية الدولية والتي كان آخرها اقتحام مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في العاصمة اليمنية صنعا في أغسطس الجاري وأكد المركز الأمريكي أن اقتحام ميليشيا الحوثي لمقر المفوضية السامية لحقوق الإنسان في صنعا ونهبها لوثائق وأصول وممتلكات يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي واعتداء مباشرا على قدرة الأمم المتحدة على تنفيذ مهامها في حماية وتعزيز حقوق الإنسان في اليمن ودع المركز جماعة الحوثي إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الموظفين المعتقلين وإخلاء مقر المفوضية وإعادة جميع الأصول والممتلكات المصادرة تحت التحكم المطلق لمجلس التنسيق الحوثي وتسييره لأعمال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا ستظل الفجوة التمويلية في التساع رغم زيادة مبالغ المنح المالية كالعادة تشكو منظمات ومكاتب الأمم المتحدة المعنية بخطط الاستجابة الإنسانية السنوية من فجوات تمويلية رغم مضاعفة المبالغ التي تحصل عليها من المانحين الدوليين ووثقا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا فقد بلغ إجمالي التمويل المخصص للخطة 740 مليون دولار حتى الرابع عشر من أغسطس بزيادة قدرها 94 مليون دولار مقارنة بالمبلغ المسجل في الرابع والعشرين من يوريو كما ارتفع إجمالي التمويل المستلم خارج خطة الاستجابة الإنسانية من 52 إلى 71 مليون دولار في نفس الفترة وخلال الثلاثة الأسابيع الماضية فقد حصلت الأمم المتحدة على نحو 100 مليون دولار لدعم خطة الاستجابة للعام 2024 لكن تدخلات منظمة الأمم المتحدة في مواجهة أعباء الأزمة الإنسانية باليمن وكذلك طوارئ الكوارث الطبيعية الناجمة عن المتغير المناخي والمنخفض الجوي لا تزال شحيحة ودون المستوى المطلوب وكشف التقارير سابق عملية إهدار لموازنات التمويل في النفقات التشغيلية على حساب الاحتياجات الإنسانية الماسة في اليمن ما أدى إلى ضعف الجهود الإنمائية في اليمن وتراجع العمل الإغاثي الدولي إلى مستوى مقلق ويشكل النفوذ الحوثي على الإغاثة الدولية ثقبا أسود في تسرب تمويلات المانحين وعدم استفادة المستهدفين المحليين من برامج الإنقاذ المعيشي إلا بحدود آنية وغير ذات جدوى اقتصادية وفي النصف الثاني من خطة العام 2024 تكاد تغيب جهود الإغاثة تماما أكدت منظمة الهجرة الدولية نزوح أربعين أسر من عدة محافظات يمنية خلال الأسبوع الماضي وقالت المنظمة في تقريرها الأسبوعي إن حالات النزوح نشأت من محافظات مارب الحديدة تعز أبيان استقرت في مارب بواقع سبعة وعشرين أسرة وتعز بواقع سبع أسر والحديدة بواقع سبع أسر وأشارت منظمة الهجرة إلى أن إجمالي عدد الأسر النازحة في عموم البلاد في الفترة من الأول من يناير إلى السابع عشر من أغسطس 2024 بلغ 2156 أسر ناقش منتدى حواري اليوم في محافظة مارب دور وسائل الإعلام في مناصرة تمكين المرأة في صناعة القرار وبمشاركة عدد من ممثلي وسائل الإعلام والقيادة النسوية بالمحافظة استعرض المنتدى الذي نظمته مؤسسة فتيات مارب بتمويل المعهد الديمقراطي واقع تمثيل المرأة في المواقع القيادية في محافظة مارب والصعاب والتحديات التي تواجه المرأة وتعيق وصولها إلى مواقع صناعة القرار وسبل معالجتها وأكد المشاركون على أهمية تفعيل دور الإعلام في مناصرة تمكين المرأة وتعزيز حضورها ومشاركتها في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وفي كافة مجالة الحياة بدأت في محافظة مارب أعمال المخيم الطبي الخيري الأول لجراحة العيون والذي تنظمه مؤسسة إبصار الصحية بتمويل من جمعية العطاء للتنمية ويستهدف المخيم إجراء عمليات جراحية لإزالة المياه البيضاء وزراعة العدسات بثقنية الفاكو لثلاثمائة حالة من النازحين والمجتمع المضيف واطلع مدير مكتب الصحة العامة والسكان الدكتور أحمد العبادي على مستوى التنظيم والتجهيز للمخيم الذي يأتي في إطار جهود مكافحة العمى وأمراض العيون في أوساط النازحين والفئات الأشد احتياجا من المجتمع المضيف نحن اليوم ندشن المخيم الطبي الأول لمؤسسة العطاء الخيرية بتنفيذ مؤسسة البصر الأبصار في محافظة مارب هذا المخيم الذي يستهدف ثلاثمائة حالة من الحالات التي يعانون من الأمراض العمى وبالذات المياه البيضاء أولئك الناس البسطة أولئك الناس المساكن من الطلاب ومن العجزهم من كبار السن الذي لا يمتلكون شيء للذهاب إلى أي مستشفيات وإلى محافظة أخرى ولا يمتلكون لقوت يومه الضروري وهذا المخيم في محافظة مارب في هذا الأيام بالذات هذه المحافظة التي تحوي ثلاثة مليون ساكن ونازع فيها فأعداد كبير جدا ويعانون من أمراض العين بشكل كبير وكثيف هناك مستشفياتنا للعين ولكنها لا تفيد بالغرض إنما تأخذ طاقتها وفيه ناس محتاجين آخرين فهذه المخيمات نحن نشجع عليهم ونحفز ونشكر كل من دعم وكل من ساهم في تنفيذ هذا المخيم أولئك طباء العيون ومخيمات العيون هي تعيد للإنسان للحياة الإنسان الذي فقد الحياة هو الذي فقد البصر وليس الذي فقد روحه ولكن الذي فقد بصر هو فقد الحياة وأولئك يشكروا ويشكر كل من دعم وكل من ساهم لهذا المخيم وأتمنى أن تحذو حذوهم المنظمات الدولية وكذلك المؤسسات والمنظمات المحلية والعربية لدعم اليمن بالمخيمات الطبية سواء كان في مجال العيون أو في مجال الوز أو في المجالات الأخرى لتتسدعي إلى إقامة مثل تلك المخيمات لأنها تعتبر مخيمات من قذل لحياة وتساعد أولئك البوسطاء وكل المجتمع في مارب أصبح لهم المجتمع البوسطاء كاملا لأنهم ما بين نازح ما بين مشرد ما بين قاطن هنا لا يمتلكون أغلبهم إمكانيات الحياة فيها اليومية هذا المشروع الذي يستهدف 300 حالة من صابة بالمياه البيضاء والذي يشمل المعاينة الطبية والبحوصات وكذلك إجراء العملية وصرف الأدوية لهذه الأسر النازحة والمتضررة من هذه المرض نشكر الداعمين والمتبرعين لهذه الجمعية وإن شاء الله سبحانه وتعالى سوف يكون هناك مخيمات أخرى تستهدف الأسر المتبقيين كون الاحتياج كثير كبير والإصابة بهذه الحالات الكثيرة جدان والسلام عليكم ورحمة الله عبد الرحمن سالم للجمعية العطار اختتمت مؤسسة ضبير للحقوق والحريات بمحافظة شبوة حملة مناصرة إشراك المرأة في المناصب الإدارية وصنع القرار وخلال الجلسة النقاشية التي شارك فيها فريق أجندة المرأة والسلام والأمن في المحافظة أشهد وكيل محافظة شبوة سالم البابكري بحملة المناصرة التي نفذتها مؤسسة ضمير وقرت الجلسة النقاشية عددا من المخرجات أهمها متابعة الترشيحات من قبل المكاتب التنفيذية والهيئات في المحافظة لشغل المرأة وظائف إدارية في تلك الإدارات قال الأمين العام للمجلس المحلي لمديرية صبر الموادم صادق جامل إن المديرية تحتاج إلى مزيد من تدخلات الحكومية والداعمة حتى تتمكن من استيعاب الاحتياجات المطلوبة وأشار جامل في حديث خاص مع قناة سهيل أن الطريقة تمثل أكبر الاحتياجات لكي تربط عزل المدينة مع بعضها خاصة في ظل استمرار الحرب الحوثية من جهة الشقب والتي يتعثر فيها المسافرون وقت اشتداد المعارك ناهي كعان القطاعات الأخرى مديرة صبر الموادم لديها احتياجات كثيرة في غانب الطرقات وغانب الصحة وغانب التربوي طبعا إحنا معنا مشروع الطريقة النقادة طبعا هذه الطريقة مهمة جدا جدا لأنها تخدم أكثر كثافة سكانية وأكبر عزلة بعد عزلة الضباب طبعا الآن في معنا مشروع الصندوق الأشغال اللي هو عن طريق طبعا المدير ياسر الشيباني معنا الآن مشروع يتم تنفيذه الآن يشتغلوا فيه توقف يعني لمدة بسيطة علشان يعملوا مناقصة جديدة لمقاول جديد وإن شاء الله يبدأ تنفيذ فيه طبعا الطريق جدا وعرة جدا تحتاج إلى تدخلات يعني من السلطة المحلية بالمحافظة من وزارة الأشغال من صندوق الأشغال مهم جدا تعرفوا يعني الشقب كمان محتاجة للطريق كمان إلى هناك لأنه مهم جدا من الطريق علشان المشاريع الأخرى معنا طبعا مشروع الآن مشروع بالقانب الصحي اللي هو عملنا الآن محدة صحية من فاعل خير عن طريق مؤسسة رسالتي تتم الآن في الشقب بالنسبة للتربية نحتاج إلى ترميم مدارس المدارس يعني تكاد تكون منتهية وتحتاج إلى تأهي انتشرت التصدعات والشقوق بشكل ملفث وخطير في أركان جسور خور المكلة وأساسياته وجدرانه ما أثار قلق المواطنين الذين وجهوا نداءات للسلطات بضرورة صيانة الجسور بشكل عاجل تقادم الزمن على جسري خور المكلة وتمكنت التصدعات والشقوق من الاستحواذ على أكبر قدر من بنية الجسرين وأركانها خطورة بالغة تكمن في الأمر حيث يعتبر الجسران بمثابة شريان الحياة والمعبر الرئيسي للانتقال من ضفتي المكلة فلا مكان للعبور إلا من هذان الجسران فوق لمرور المشاه فوق الخور يعني بدت تتشقق فيها تشققات وفي أماكن مرضوك ارتفعت كذا مما يسبب يعني مشاكل مرور المواطنين وخاصر الكبار السن أيضا يحتاج وضع سراعات في الإضاءة في المساء يعني ناشد الشرط السلطة المحلية في المحافظة أن تهتم بهذه الجسر نحيث السلطة المحلية على إعادة ترميم الجسر الجسر الخور حيث أنها محتاجة لإعادة ترميم شقوق وتصدعات آن الأول لتداركها قبل أن يقع الفأس على الرأس وقبل حلول كارثة المكلة في غنى عنها نداء وجهه المواطنون للسلطات بضرورة القيام بصيانة شاملة لجسر خور المكلة قبل أن يقع الفأس على الرأس كان الدهر وشرب على خور المكلة الذي عصفت به الشقوق والتصدعات مشكلة خطرا داهما وفاجعة آن الأول لتداركها قبل أن يقع الفأس على الرأس عماد العامري لقناة سهيل من مدينة المكلة النشرة انتهت وهذا تذكير بأهم عنوينها إصابة طفلين بجروح خطيرة في انفجار لغم من مخلفات ميليشيا الحوثي بمحافظة الحديدة وزارة التربية والتعليم تعلن توجه أكثر من مليوني طالب وطالبة إلى مقاعد الدراسة في المناطق المحررة في ختام النشرة لكم مني أطيب المناتقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل في رعاية الله اشتركوا في القناة